اتكلم عن التخطي موضوع صعب جداً احنا بنحكي اشتغل على نفسك وبس الواقع صعب جداً الخروج من علاقة بسهولة تعب نفسي ومحتاج فترة طويلة ننسى وممكن ما ننسى من ماي ستايل طبعاً ممكن ما ننساش والتخطي تخطي الأزمة على فكرة مش موضوع سهل ولكن لازم يكون عندنا من جوانا الإرادة ان احنا نتخطى الأزمة ونعدي الأمور ونقدر نبقى بني قدمين جداد بشكل جديد كلنا دخلنا في مشاكل أكبر حاجة بتقابل أي إنسان علشان يتخطى الأزمة اللي هو عايش فيها هي ذكرياته لأن ذكريات دي اللي بتشده وبتجرجره تاني للقديم زمان كنا بنعمل حاجة كنا بنتفق ونقول ايه هحرق درج ذكرياتي وأنا صغير قام الجامعة كان درج ذكرياتي ايه درج ذكرياتي كان جوابات كروت مش كروت شحنة كروت معايدات مدلية مفاتيح هدية زازل بارفان هدية ولا عهدية وردة ناشفة كانت محطوطة في كتاب ذكرة لطيفة صورة حاجات كده دي كانت كل ذكريات نحن وإحنا صغارين ما كانش عندنا ذكريات غير كده فكانت حرق درج الذكريات ده بيشفي غليل الإنسان انه هيجمع الحاجات دي كلها في صفيحة في صندوق في كارتونة ويطلع بيها جنب صور نادي جنب صور اي حاجة بعيدة كده ومدلع لها شواء بمزين ومولع فيها بإيده يبقى أنا حرقت ذكرياتي مع الإنسانة دي حرقت القصة دي رميت القصة دي في النار وما تلزمنيش دلوقتي درج الذكريات بقى ميسجز وواتساب وفيسبوك وتويتر وكومنتات ولايكات وحاجة جنيلة عشان تعود تحرق درج ذكرياتك عايزة تخديلك شهر ونص بتفضي بقى صورك من على الفيسبوك وصوره وكومنتاته ولايكاته ومسجاته وواتساباته والكلام ده كله في الآخر تعملي بلوك لهذا الإنسان بس ميزة الحرق بتاعنا احنا ما كانش فيه رجعة ما لو كنت هرجع اخد الصور تاني وهي محروقة كنت اخدها شوية قاش شوية بودرة محروقة إنما مع الأسف زي ما فيه بلوك اليومين دول فيه أم بلوك برضو وهي دي الأزمة الكبيرة